أهلا بحضراتكم مرة تانية أستاذ محمد كنا بنتكلم قبل الفاصل على بعض نقاط القوة والضعف في فريق الوداد والأستاذ جمال قال عندهم مشكلة في السردبكين بشكل مباشر لكن عرفنا كمان أكتر شوية على وجهة نظرك في أفضل اللعيبة الموجودة في فريق الوداد اللي هكونوا موجودين إن شاء الله يوم السبت اللي جاء تمام وفيه ثلاثة أو أربع لعيبة بيقدروا يصنعوا الفارق مع فريق الوداد ويمتلكوا قدرات بدنية وفنية ومهارية عالية الخط الهجومي قوي جدا بديع أوك وإسماعيل حداد الطرفين والمهاجم قدام كساد هتلاقي كساد جاب 8 أهداف وصنع خمس أهداف بديع أوك لعب مميز جدا سريع بيتحرك من الطرف وبيقدر يعمل عرضية عنده قدرات عالية وعنده واحد من أفضل لعيبة اللي بتصنع فرص لزميالها ومسجل كمان خمس أهداف إسماعيل حداد لعب مهاري لعب قوي لعب عنده بيقدر يسدد من وضع الحركة من وضع السبات تجزاته بتبقى فيها ضغطة فيها قوة ده جايب برضو خمس أهداف وده من أفضل اللعيبة اللي عاملة مراوغات في الدور المغربي يعني اللعيب مهار يقدر يروغ ويخش ويقدر يا إما يصنع فرصة للزميل يا إما هو يسجل بنفسه فدولا المسلس ده كزادي وأوك وإسماعيل حداد ده المسلس الخطر اللي المفروض النادي أهلي يتصدى ليه بقونتها القوة وما يدروش مساحات يتحرك فيها لأنه كل ما كان هناك مساحات هما بتحركوا بشكل أكبر سواء يعني بالشكل الطولي أو بالشكل العرضي كان عندك من اللعامة المميزة جدا وليد الكارت وليد الكارت ده لعب وسط ملعب على درجة عالي جديد في الفترات الأخيرة مش بالمستوى المعهود عليه لكن ممكن يفوق في مباراة زي دي في الصحب الثماني المغربية بيقول هو هو لعيب المباراة الكبيرة وصاحب بصمات في المباراة الكبيرة اللي عمله شخصية يعني مميز جدا فده مهم جدا ومواجهته بشكل جيد أعتقد أن الأمور تقدر تخفف على الأهل لو قدرت تواجه هذا الرباعي وخصوصا الخط اللجومي وأعتقد أن لو قدر مسلماني يعمل منظومة دفاعية جيدة عندما يفقد الكرة عشان يتصدى لدوره ويتصدى للأطراب بشكل كبير جدا ده مهم جدا يعني أنا برضو مهم جدا أنك انت النحي الشمال بتاع المعلوم يكون فيه تغطية وراء المعلوم الحال تقدمه لأن الارتداد عندهم بيكون سريع جدا وبيكون عندهم سرعات كبيرة جدا يقدر يستغل المساحات دي وراء المعلوم فتعمل لك مشاكل كبيرة جدا فلازم مؤكد وأعتقد أنهما يكونوا عاملين حساب الجزئية دي أن يقدروا يعني يتصدوا بواجه الناحية دي دايما مباراة الأهل والودات بيكون فيها نوع من الإصارة الكبيرة جدا يمكن بعض الأرقام ذكرها الأستاذ الجمال لكن لما تلاينا قابلناهم مثلا ثمان مرات يعني كسب اتنين وهم كسبوا اتنين اتعاننا الأربعة قمة التساوي يعني دايما بتقاب فيه منافسات شارسة وده حيبان من اللعبة ومميزين جدا يعني